فليس معنى الاستقامة أن الإنسان يشتد على نفسه ويشق عليها وإنما معناها أن يعتدل لا يتشدد ولا يتساهل في دينه فمن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين لا يستقيمون على القول وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون من الناس من يقول آمنا بالله ثم يشرك بالله يدعو غير الله يذبح لغير الله ينذر لغير الله من الأولياء والصالحين والأضرحة فلا يستقيم على التوحيد فليس له دين ولا يبقى له دين سراءة الفاتحة في كل ركعة وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط المغضوب عليهم وهم أهل القول والاستقامة أهل القول والعمل أهل القول والعمل أهل القول والعمل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ترجمة نانسي قنقر